نبدأ شغال جديد معنا رموز تمسيل مخاطط لنسيات. انا الوقت هدى ارسل مخاطط لنسيات. ايه هي الرموز اللي انا هستعملها علشان افهم مخاطط لنسيات. لازم تكون رموز ثابتة. ورموز لها معنى. لازم تكون لها اشكال لها معنى. علشان لما شوف الشكل ده اعرف انه ده بيدل على اليدخال. الشكل ده بيدل على الاخراج. الشكل ده بيدل على المعايجة. الشكل ده معناه بداية الرسمة. الشكل ده نهاية الرسمة. الشكل ده اتجاه الخريطة او اتجاه المخاطط. تعالوا بس نبدأ نعرف الاشكال وان شاء الله خمس دقايق وناخد قراءة تمسيات عملية هتوضح لي اكتر يعني ايه قراءة تمسيات. اول شكل معيها يا شباب هو الشكل ده. شكل البيضاوي. ده شكل معناه يا شباب. او بيدل عليه. بيدل على بداية ونهاية قراءة الانسيات. يعني اذا الشكل ده بيتحط في البداية وبيتحط في النهاية. اول ما شوفه في الاول او فوق اعرف ان هو بيدة الخريطة. تحت اعرف ان هو نهاية الخريطة. تمام? طيب يبقى الرمز الشكل بيضاوي. بداية ونهاية او يمثل بداية ونهاية البرنامج. طيب شكل متوازي. ها? ادخال او اخراج. ادخال او اخراج. يعني ادخال او اخراج. لو انت فاكر. المثال اللي اعطناه المرة اللي فاتت. وقولنا حساب مساحة مستطير باستخدام معلومية الطول وعرض الضغط. قلنا المدخلات هكون عبارة عن ايه? الطول وعرض. والمخرجات هكون عبارة عن ايه? مساحة المستطير. يبقى ايزا في مخطط الانسيات هدخل المدخلات في متوازي المستطيرات. كده انا لانا بشوف متوازي المستطيرات في الرسمة بعرف ان دي عملية ادخال او عملية اخراج. تمام? يبقى متوازي المستطيرات بيدل على عملية ادخال او اخراج في مخطط الانسيات. طيب. العنصر الثالث معنا هو عنصر المستطير او شكل المستطير. شكل المستطير بيدل على عمليات المعالجة. اللي هي ايه? لما اجي هرسم في المثال اللي احنا قلناه. اللي هو مساحة المستطير. ايه هي عملية المعالجة اللي موجودة? اه طول في العرض. ممتاز. الطول في العرض. الطول في العرض. في مخطط الانسيات بحطه في شكل ايه? مرب مستطير. مستطير. ازا اول ما اشوفها لانت المستطير بعرف ان ده عملية معالجة. طيب. الشكل الرابع معنا هو شكل المعين. الشكل المعين يعني اتخاذ قرار. يعني اتخاذ قرار. يعني اتخاذ قرار بقى? فاكرين لما قلتلك مسلا ان انا هامل اتكرار لعمليات معينة وحط شرط معين. اجمعلي الارقام من واحد الى خمسة. ايه هو اتخاذ قرار? اتخاذ قرار ان انا هقول الرقم ده اكبر من خمسة ولا لا? بسمها عملية اتخاذ قرار. اتخاذ قرار بنضعه داخل معينة. بنضعه داخل شكل المعينة. طيب. الشكل الخامس معنا هو شكل السهم. شكل السهم ده اهو? ده معناه اتجاه خريطة الانسياب. اتجاهها من فوق لتحت ولا من اليمين اللي يسار ولا في شكل تاني ولا بالزبط. يمثل اتجاه الانسياب المنطقي للبرنامج. طيب. اخر شكل معنا هو شكل الدايرة. شكل الدايرة بيدل على توصيلة. ان لو الصفحة خلصت مني وبنقل في صفحة تانية لازم احوط شكل الدايرة. معناها ان رسمالية متصلة بالرسمة اللي فوقها. دي ات اشكال اللي انا ما استعملها داخل مخططات الانسياب. اشكال سابتة. قيمتها سابتة. لا يمكن تتغير. يعني ما ينفعش استعمل المستطيل في اعملية ادخال واخراج. لان اعملية ادخال واخراج. بالمصلة الرمز اياي شيباب. متوازي. المتوازي. وما ينفعش استعمل المعين في شكل البداية والنهاية للبرنامج. لام شكل البداية والنهاية باشتعمله باستعمل رمز ايه? البيضار. البيضار. ممتاز. وما ينفعش استعمل في شكل اتخ Modern في شكل اتخاذ كرار لان شكل اتخاذ كرار. باستعمل integrated المعين. ممتاز المعين. جميل جدا يا شباب. يبقى الاشكال ديت اشكال ستة قيمتها ستة معناها سابت لاي خريطة انسياد. اي خريطة تضفق او خريطة انسياد انت تتعملها دي اشكال ستة فيها قيمتها ستة شكلها سابت لاي شكل معين او اي خريطة معينة انت تتعملها. تمام كده يا رجالة? طيب. وضعت? وضعت. اشتركوا في القناة